بسم الله الرحمن الرحيم رح نبدأ في كورس جديد بعنوان الـ AC and DC وهو فيزياء الثلاث يعتبر عندكم هذا الكورس يفيد طلاب الكهرباء في فهم الـ Concepts في أنواع التيارات والجهود وما إلى ذلك طيب نبدأ في أول أول شابتر 1 رح نتكلم أول شيء عن شيء اسمه AC current and DC current ما هو الـ AC current وما هو الـ DC current نحن عندنا في الكهرباء باختصار شيء جدا عندنا نوع من التيارات والجهود بشكل رئيسي ما نسميه direct current رمز DC وترجمة تبلغ العربية تيار مستمير أو تيار ثابت ونوع نسميه AC جاء من كلمة alternative current أو alternative current هذا تيار متردد يعني أيش متغير طيب إيش الفرق الرئيسي بين الـ direct current والـ direct بين الـ DC والـ AC أول فرق رئيسي لازم نعرف أنه الـ DC هذا ثابت مع الزمن كقيمة رح أديك أمثل حيني فهم الفكرة أما الـ AC اسمه alternative يعني مرة فوق مرة تحت مرة صفر أو ما إلا ذلك ما نعتوه هذا متغير مع الزمن هذا الفرق جدا مهم بين الـ direct current والـ AC current مرة تسموه direct voltage أو direct current أو AC current أو AC current هذا مبدأ مهم جدا في الهندسة الكهربائية طيب إيش الفرق الرئيسي في فرقات جدا منك رئيسي أول شي في رسمة الدائرة عندك في فق رئيسي بين الـ DC والـ AC أول معلوم معرفناه أنه الـ DC هو مستمر تيار أو جهد مستمر تيار مستمر أما الـ AC متردد تمام فأول حاجة نعرفها رسمتك للـ direct current في الـ direct current سنرسم الدوارة الكهربائية عندنا على الشكل التالي بطارية رمز البطارية زي كذا وهذه أبسط دائرة كهربائية ورمز المقاومة هذه الـ resistance ونكمل الدائرة هكذا هكذا فهنا هنا مرة يكون موجب ومرة يكون سالب لنفرض أنه هنا في تيار مار رمز current i يمر على هذه المقاومة رمز المقاومة r هذا رمز رمز الـ direct current باختصار شديد جدا حتى في Assembles أكمل الدائرة اشتلاح تلاحظ التالي أنه من قلنا من كلمة متأش direct معناته مستمر تمام يعني التيار يمشي في اتجاه واحد يعني إما يمشي لاحظ معاين إما يمشي من الموجب إلى السالب أو يمشي من السالب إلى الموجب واحد يقول طيب مصعب كذا سيطلع صفر أنا لا أتكلم في نفس اللحظة يعني أول مرة يمشي كده يعني إذا يمشي في اتجاه ثاني لكن ليس في نفس الوقت لأنه رياضي سيطلع بالصفر تمام هذا الدائرة أما الاسي كان من اسمه متردد أنا ما عارف اتجاه مرة يمشي فوض مرة تحت مرة صفر مرة تلقى مرة تلقى مرة تلقى مرة أنا لا أبقى تلخبط كثير تفهم أول شي فكرة رسمة الدائرة فرق بين الالترنت هنا ستفهم الفكرة أكثر مع الرسمة أول شي دائما عندنا أي شيء نرسم كفيزيائيين أو كمهندسين نرسم علاقتين X Y هلو عندنا في DC والAC اللي هي في الدوار الكهربائية في عندنا شيء متغير جدا مهم هو التغير مع الزمن هذا جدا مهم عندنا في الهندس الكهربائية فالآن أنا أرسم العلاقة بين التيار أو الجهد مع الزمن في أي حالة في DC اللي هو المستمر ونرسم العلاقة بين الجهد و I هو التيار و V هو الجهد مع Time في AC اللي هو التيار والجهد المتردد في تغير أول شيء هنا هنا DC لا يوجد تغير مع الزمن ما يعني كلام هذا ما يعني كلام هذا أنا لما أرسم علاقة ركز معي لحظ معي هذا محور X و Y دائما أو غالبا عندنا كهرباء المحور X نضع هو Time و محور Y ما يكون تيار هو I أو V Volt ففي DC كمثال أنا جيت عندي بطارية مثلا بطارية عادية 5 فولت قال لك 5 فولت DC بطارية السيارة مثلا فلما تجي هنا مثلا هنا 5 هو دام هو الديريكت يعني أيش تيار واتجاه واحد وما في تغير مع الزمن يعني ما في تغير مع الزمن لو تريد ترسم و أنا بكتف هم الفكرة الموضوع مصعب تريد تريد ترسم من هنا خط مثلا هذا 5 إلى يعني إلى 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 ما لا نهاية تمام إيش أنا أجي عند الزمن مثلا هنا واحد أشوف قيمة الجود هي خمسة عند الزمن مثلا هنا 2 سكن أشوف قيمة الجود خمسة عند الزمن ثلاثة قيمة الجود أو التيار خمسة إما جود أو تيار هذا معنى ما في تغير مع الزمن طوال الفترة خمسة بسيط جدا أما المشكلة الكبيرة التي سنرسها الآن هي مبدأنا في الكورس هذا هو الاسي الاسي كانت كيف يعني لاحظ أجي أرسم هنا الزمن هنا التيار آي أو الفي الفولت ما يعني متردد أنا بقيت تحفظ المصطلحات الترنيت معناته متردد يتردد فوق مرة تحت متغير فوق تحت فوق تحت ما له قيمة ثابتة فمثلا تلقى عند الزمن زير هنا الجود والتيار يطلع بعدين هنا مثلا ينزل كده بعدين يطلع كده وهكذا مثلا هذا قيمة الجهد مثلا تمام التيار برضو سيكون متردد يعني مثلا يطلع كده ويمشي كده وينزل كده ويطلع كده فلما تختار كل سامبل عند النقطة هذه عند الزمن مثلا تلقى قيمة مثلا رمزنا باللون الأزرق هو التيار ولا الأحمر البول فتجي عند الزمن مثلا هذا واحد ستجد قيمة التيار مثلا 2 أمبير تجد عند اللحظة هذه تجد قيمة 3 تجد عند اللحظة هذه تجد قيمة مثلا 1.5 تجد هنا العجاب السالي مثلا نفس الزمن 2 مثلا نقول 3 فولت تجد هنا يطلع 4 تجد هنا يصل 0 بعد نزول السالب فما في ثبات مع الزمن بالنسبة للجهود والتيار في التيار والجهود المتردد عشان كده سمو AC كرم إذن ملخص الورقة الأولى هنا ملخص أول سلايد عند أن أنا عندي نوعين من التيار والجهود في الهندسة الكهربائية شي نسمي الدايريكت معاته مستمر أو ثابت مع الزمن ما في التغير مع الزمن عند اللحظة واحد عند اللحظة اثنين عند اللحظة ثلاثة قيمة الجهد والتيار ثابت ما في التغير خمسة 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 أربعة أربعة وهكذا أما النوع الثاني الرئيسي والمهم جدا والهو أكثر شي يستخدم في المصانع والشركات وما لذلك الاسي متردد معناه يتغير مع الزمن فلاحظ هنا الرسم مزيمية واضحة لو أنا رمز مثلا للون الأخضر الفولت والرون الأحمر للجهود تلاحظ عند اللحظة هذه قيمة الجهد هنا مثلا قيمة محددة مثلا ثلاثة هنا نتيج نشوف جاءت هنا صفر عند اللحظة مثلا اثنين وأكد نزلت السال وطلعت تمام أما في الديسي لاحظ تبات مع الزمن الزمن هنا والزمن هنا لاحظ أن الجهد ثابت مثلا قيمة مثلا خمسة والتيار مثلا ثابت مثلا ثلاثة واضح هذه من الأسئلة المهمة لك الفرق بين الديريكت والديسي والإيسي يقول واحد متغير مع الزمن والثاني ثابت مع الزمن تمام طيب الآن نتكلم على الديسي خلاص الديسي هو سهل يعني مثل بطارية السيارة البطارية عندك في البيت بطارية الساعمة هذه كلها بطارية تحتاج البطارية تلك في شي يسم الديسي يعني هذا ثابت هذا ما في التغير مع الزمن بطارية السيارة لما تأخذها برضو أيش فيها ثبات مع الزمن ما ما تغير خمسة فولت يعني وضحت الفكرة طيب الآن نتكلم عن الاسي مثل التفصيل هذا مهم جدا في الكورس سنأخذ عنه بالتفصيل المميلا أول شي ما هو الاسي الاترنتي كارات ا جاء من كلمة alternative وال سي من كلمة current هو تيار مرة تقول التيار هو الجود نفس الشيء ما فعل لكن غالبا سنسمي ما التيار كما نسي الكهرباء نقول direct current alternative current هو الجود ثابت في direct الجود والتيار ثابتين وفي التيار المستمر يكون التيار متردد والجهد متردد فهنا يقول ما معنى alternative current هو جهد يعكس اتجاه دورية مع الزمن يعكس اتجاه دورية مع الزمن ما يعني مثلا لو أنا عندي هذا محور X هذا محور Y لو أنا جيت رسمت عندي تمام ال wave هذه قلت لك هذا محور X time أنا بسألك هل الشكل هذا أنا لم أخرجك من AC هل هذا الشكل الآن يعني هل نقاط على Y عن كل لحظة هل هي ثابتة يعني هل القيمة هذه نفس القيمة هذه نفس القيمة هذه ستقول لي مرة موجب مرة سالب فمرة يعكس اتجاه يعني نرى مرة يكون مثلا فوق ثلاثة 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 سلاثة ريفيرس أما ال direct هو تيار دائما في اتجاه واحد حتى في الرسمة لما أنا جيت رسمت T وفرضا حطيت هنا مثلا هذا هذا التيار ال I بما ال direct فما في التغير مع الزمن لاحظ سيكون خط خط إذن إذا في الاختبار يعطيك رسمتين يقول لك حدد لأي واحد من هذه رسمت هو AC هو متردد وأي واحد من DC الشيء اللي في له فوق مرة نقاط يعني شوف الشكل ما ثابت شوف هنا هنا و هنا و هنا و هنا تختار AC أما تشوف خط كده خط ثابت مع الزمن على ويف تسمي direct current واضحة طيب الآن نحن نتحدث عن تفصيل عن AC DC لا لديه مشاكل خلاص قيمة ثابتة مع الزمن الآن نتحدث عن AC وف فورنس الآن التيار هذا المتردد الاسم alternative current بما انه متردد ففي لديه مشاكل يعني لازم ندرس الشكل الموج وما ذلك فدراسة الأشكال هذه تسمى waveforms أشكال موجية إذن AC بما انه كمثال أنا عندي هذا الرسم لا يحظ لون عندي شكل فهذا الأشكال تسمى waveforms تمام الأشكال مرة فوق مرة تحت هذه يسمى waveforms فإيش هو waveforms هذه في AC لا يضحك عليك يقول DC waveforms ما في DC waveforms AC waveforms يقول لك هو plot أو graph هو تمثيل نقضي أو رسمة للتيار أو الفولت أعيد أكرر الـ AC عندنا إذا أقول AC معناته إما current أو فولت لا يضحك عليك تغير الجهد والتيار متردد مع الزمن أما في DC ثبات للجهد أو التيار مع الزمن فهنا يقول لك أرسم الفولت أو التيار مع الزمن شفه يسمى waveforms يعني يخصر شيء لما نأتي في الصفحة السابقة لما نأتي نأتي بلوت T هنا وهنا سيكون V أو I تمام لما نأتي أرسم شكل موجي سيكون waveforms تمثيل لشكل الموجات في الجهود والتيارات المترددة طيب من أشهر من أشهر الويفز أشكال الويفز عندنا في الهندسة الكهربائية الساين ويف الساين ويف هذا من أهم الأشكال الموجية عندنا في الدوائر التيار المتردد أو في الكهرباء بشكل عام سندرس الساين ويف ونأخذ بعض القوانين عنه وكيفية حساب بيرد وبعض براملة طيب من أشهر الأشكال من أشهر الساين ويف في بعض أنواع أخر لكن هذا أول شيء طيب هو يقول لك الساين ويف من أشهر أنواع التيارات المترددة سواء للتيارة والجهد كيف شكله رسمة الساين أخذناها في الرياضيات تمام في تراج المترك فانكشن الدوائر أصلا المترك لماذا كنا نقول أنها لها دوائر بيريوديك فاكرين في تفاضل اثنين لما أخذنا تفاضل واحد في شقاقة الدوائر المترك الساين وكوسان واخواتها لماذا نسميها بيريوديك بيريوديك فونكشن لأن تغير مع الزمن بيريودي لها تغير مع الزمن من أشهر للدوائر أخذناها الساين فكان رسمة الساين مثلا هذا الصفر والأكس وهذا رسمة الساين وهذا التغير مع الزمن فهذا الشكل تضع الساين تعال نحل الرسمة لدي الأول شيء تمام رسمة الساين هذه لاحظ لأن عندي هذا المحور الصح في جزء فوق محور إكس تحت محور إكس صحيح فالجزء هذا فوق المحور هذا يسمى positive maximum جزء موجب والجزء للتحت محور إكس هذا الجزء السالب النيغатив هذا النيغатив هذا النيغатив النيغатив الآن نحن أوضح لك موجة تمام أنا أستطيع أمثل على شكل دائرة كهربائية بسيطة تمام كل موجة كل موجة عندنا في الساين يمكن تمثيل على شكل سيمبول سيركيت دائرة كهربائية بسيطة من أول سليد لما أخذنا ستجي إنت أول شي كمثال لو جاء قل لك مثل لي الجزء الموجب من موجة الساين وف كرمز فتقول لي أول شي بما أنها دائرة دائرة AC كيف عرفت AC متغيرة الشكل متغيرة عند نقطة هذه لا تساوي نقطة هذه ولا تساوي نقطة هذه الجودة والتيار فتجي إنت ترسم دائرتك البسيطة هتجي هذه المقاومة تكمل الدائرة وهنا هتجي تحط رمز AC كده هنا الفولت V source VS وتجي في الجزء الموجب تمام هو فيه تعريفين للتيار تيار اسطلاحي والتيار متعارف عليه التيار المتعارف عليه يمش من الموجب السال أما التيار في حقيقة الأمر التيار أنا عندي في أي فولت source في طرف موجب وطرف سال في حقيقة الأمر التيار يمش من السال للموجب المقاومة وهذا المقاومة لو أخذت الجزء ال negative الآن لو جيت قد تكت مثل الجزء negative بكل بساطة تعكس البولاريتي نفس البولاريتي عندك موجب سالب تعكس وعندما كالعادة التيار يمش من السالب للموجب إذن يعكس الاتجاه فلما يكون الجزء الموجب يمش من بولاريتي تبع البطارية تجعلها موجب بوصالب أما لو قلت لك negative فالجزء تغير البولاريتي بس البولاريتي يعني بولاريتي الإشارة الموجب بوصالب تسمى بولاريتي بو لاريتي وضحة تسمى بولاريتي قطبية يعني قطبية هذه الرسمات جدا مهمة لذلك تعريفة طيب بسيطة نجي الآن لتوضيح لبعض الأنواع نحن قلنا نحن عندنا أشهر أشكال الموجات التي هي تبع التيار مترد الساين ويف هذه شكلها كذا خلاص عارفين في الرياضة أخذنا طيب هل في وجود موجات أخرى هل فقط موجرة التيار المترد تقتصر على الساين ويف لا تقتصر على أشكال أخرى من أشهرها الموجة المربعة لا يحص شكلها كيف شكل مربع طبعا جزء موجب جزء سالب هذا جزء الموجب هذا جزء سالب وعندي كمان الموجة المثلثية لا يحص جزء موجب سالب تمام جزء وعندنا شيء ساو 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 توقف جزء ساكل السن هذا من أشكال الموجات عندنا جيكس في الاختبار يقول لك أعديد الأشكال ويحديد لك أي من هذه سكوير تريد أن تكون حظ الشكل ورسمة الموجة الآن سأعطي بعض الأشكال أول شيء هذا الشكل من يوم ما تشوف الشكل لا يوجد ثابت هذا مثلا حداثي X وي من يوم ما تشوف الشكل I التيار والفولت من يوم ما تشوف الشكل ثابت هذا DC الآن هذا اللون الآن أغير خليه بالأخضر هذا الشكل ثابت يعني لا يوجد تغير على Y ثبات فهذا يسمى DC هذا لا نستطيع درسه يعني ما الآن من يوم تشوف شكال الموجات عندك شوف ما مكان شكلها هي منتظمة مثلا 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 مثلثات أو مثلا كذا هذا على طول أنواع من AC waveform waveforms فأول شي هذا هو مشكل مثلث لاحظ أن الشكل الموجة يكون بشكل مثلث ينزل الصفر هنا ينزل السالب ويخرج الصفر ويخرج الماكس ويخرج هذا يسمى triangle waveform ينزل ثاني هذا يسمى هذا مهم وخطير لاحظ أنه هنا يأخذ شكل pulse ينزل وينزل 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 مثل النبضة طلوع نزول طلوع نزول وهكذا هذا يسمى pulsing DC تغير لماذا ستقول مصعب لا يوجد تغير في الشكل وهو ينزل هل نزل للسالب هل الجزء هذا يسمى DC pulsing لأن التيار لا يركز اتجاهه لا يذهب للسالب إذن ملاحظ جدا نوت نوت هذه النوت سجل عندك ما النوت هذا كالتالي إن DC تمام بشكل عام DC current والvolt doesn't does not contain لا يحتوي تمام النغative تمام part لا يحتوي على جزء سالب في الأشكال فلا يضحك عليك يقول لك أوك أنت نتابع لحاجة نشوف أول الشكل هذا هنا حسنا هنا مثلا هذا الجزء لا في كان كذلك يعني أسألك الآن أنا أشخمط سأضع لون مثلا أبيض سأضع لون أبيض على هذا الشيء سأضع أي لون عادي أصفر مثلا سأضع أو هذا سأضع أبيض خلاص هنا هنا شوف لو لا في الجزء هذا هنا وسألت هذا ما هو DC أو AC سأل يقول يا مصعب شوف في الشكل مو ثابت طلوع عن الجزء الآن هل هناك جزء سالب هنا هل هناك شكل في الرسم لم يظهر في الجزء سالب لا دائما لا هناك جزء سالب DC واضح واضح لكن دائما هناك جزء سالب تسمي AC تريانجول هل هذا AC أو DC وف أول شكل ساوث وAC لأنه هناك جزء سالب هذا الجزء بالسالب وفي السالب سالب تحت محور ركس طيب الشكل هذا هل هذا DC أو AC لاحظ أنه محور هذا المحور البرتغالي هل هناك جزء من Wave نزل تحت محور ركس السالب هنا في الجزء هذا دائما نزل هذا DC DC لا يحتوي على قيمة سالبة إما موجب صفر عادي لا يحتوي أشكالية بلس دائما هذا من أشهر ساين ساين ويف AC طبعا هناك جزء سالب موجه سالب موجه صفر 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 هذا من أشهر أشكال موجهات صفر صفر يتكلم على شيء نسمي البرامتر الآن أول شيء تعلمنا أن AC له أشكال موجية ويمكن يكون لوجوده في السالب إذا كان لوجوده في السالب فهو سبر AC waveform إذا كان جوده فقط الموجب يسمى TC waveform waveform الآن بما أن هذه الدواء البرودية مددات assign ثم الدواء البرودية لها دورة البرودية لها دورة لها cycle أول شيء عندنا في كل موجة لها شيء يسمى cycle one cycle يعني الدورة الوحدة هي دورة كاملة ركز معها دورة كاملة حيث أن الموجة ترجع وتعيد نفسها ما هو الدورة الواحدة one cycle هو هي الموجة التي تكمل دورة كاملة بنفس النمو ثم ترجع وترجع وتعيد نفسها ما يعني أنا عندي لاحظ أنا هنا تمام لو أنا جيت بديت مثلا أعتبر أن هذه بداية عندي شكل assign هنا أنا كل من قوم وقعان صح أخذ هذه قمة بعدين نرجع هنا للنقطة هذه بعدين ننزل هنا قاع كذا أنا كملت one cycle إذن one cycle عبارة عن أي موجة لها قمة وقاع بعدين من هنا نشوف الراحظ من هنا الشكل يرجع نفسه صح وهو يطلع هنا قمة بعدين ننزل قاع وهكذا وضحت فهذا من هنا نشوف من هنا من بداية الموجة إلى هذا النقطة هنا هذا يسمى one cycle إذن ما هي الدورة الواحدة هي عبارة عن قمة وقاع وبعد ذلك تعيد الموجة يعادة تشكلها مرة أخرى حلوين هذا يسمى one cycle الموجة الواحد لاحظ تلاحظ أنه كمان عندنا 090 180 سنأخذ الآن بتفصيل طيب الآن دماء الموجة تعيد نفسه يعني فيه تغير مع الزمن نقول أساسا عندنا في الـ AC فيه تغير مع الزمن الزمن هذا التايم اللي تحتاج الموجة عشان تكمل دورة واحد يعني من هنا من هنا إلى هنا هذا من هنا إلى هنا هذا دورة كاملة هذا الزمن نسميه بيريود رمز هذا والتايم إذن ما هو ما هو البيريود البيريود عبارة عن الزمن الذي يستبدأ فيه الـ الـ لتأخذ شكلها قمة وقعة وقعة وترجع نفسها فلاحظ هنا كمثال شاهدوه إذا هنا بداية الرسمة هذه قمة بعد 0 نسميه إذن هذا من هنا إلى هنا هذا هو البيريود تم مكتوب عندهم نفس الشيء هنا لو تلاحظ ممكن أن يكون عندك أكثر من سايكل هنا لو تجي ترسم الرسم عندك التالي شوف ه لاحظ معا قمة قاع هذه دورة واحدة الدورة الثانية قمة وقاع هذه السايكل الثاني قمة وقاع السايكل تكرر الموجة شكلها أكثر من مرة فهذه الدورة الأولية الدورة التانية دورة واكل نجد الآن لحاجة اسمها البيك ليس أنها موجة لها قيمة وقاع فلها بيك البيك عبارة أديك مصطلحات البيك البيك هو قمة أو إش أو قاع أعلى نقطة في الشكل أو قيمة في الشكل هذا قمة نسمى بيك قمة أو قاع طيب لاحظ معي هنا راح نركز معي الآن نحن نتعلم أول شيء قلنا الويف تبدأ لكي تكمل الدورة تبدأ هنا تأخذ قمة ترجع الصفر بعد تأخذ الأشقاع تقف ثان ثان مرة ثان 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 قمة ثان ثان قاع وتطلع تمام إذن هذه الزمن ثان 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 الزمن الزمن كامل من القمة يقع الزمن كامل من ثان 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 لاحظ أن الزمن من نصف القمة نحن لاحظ لاحظ لك من نصف ثان 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 اكمل الدورة كامل سيكون لدي هنا يعني باختصار باختصار شيئا جدا البيك هو عبارة هي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين فلاحظ عندك هنا هذه قمتين هذا البيك ممكن أخذ قاعين أشوف القاع هذا القاع صحيح القاع أقل نقطة هنا أمشي إلى قاع آخر إذن ما هو البيك هي القمة أو القاع تمام ما هو البيك هي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين وضحك إن شاء الله واحد الصور طيب نجي الآن نسرح الكلام اليه لاحظ معي هو يقول لك البيرد يمكن أن يحسب بين أي نقطتين على الويف فورمس اختار أي نقطتين مثلا هذه النقطة تمام وهذا النقطة تمام فايش تلاحظ عندك هنا تقول هذا من هنا إلى هنا هذا هذا البيرد الواحد أختار نقطتين ثانية مثلا نقاش قاعين هذا برضو بيريود أختار نقطتين ثانية طيب أنا ممكن أختار من هنا بكيفي من هنا تمام إلى هنا هذا برضو بيريود فهذا من هنا هذا البيرد يعني أي نقطتين تمام هي مسافة بين قمتين المتاليتين أو قاعين المتاليتين هو يسمى تقول ليش تقول ليش البيرد كامل الدرس أقيسه من هذا الشيء حلوين إذن ما هو البيرد البيرد يمكن يقاس يمكن يقاس بين أي نقطتين على الموجة حسنا حسنا هنا يقول لك زيرو تو زيرو يعني نشوف من صفر لصفر لاحظوا الزيرو هنا لاحظ هذا نقطة الإكس صفر نقطة الإكس صفر نقطة الإكس من صفر صفر على المحور إكس فيقول لك نقدر أختارها من زيرو تو زيرو زيرو تو زيرو ما إلى ذلك حلوين طيب الآن هنا بنتكلم على الفريكوينسي بما أن هذه الموجات تتغير مع زمن لماذا يسمو فريكوينسي ما هو الفريكوينسي؟ الفريكوينسي يقول لك عدد الدورات الكاملة في ثانية واحدة الويف ستتكرر كل ثانية كل ثانية كل ثانية فأنا أعرف كم 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 سايكل في الثانية الواحدة يعني الآن كمثال لو تلاحظ قلنا لو هنا قل لك هذا وان سايكل وان ساكن سوري هذا وان ساكن لاحظ عندك هنا هذا لو نقسم الشكل هنا عندك هنا ايش؟ هذا الشكل يعتبر هنا شكل أول هنا بعدين الشكل الثاني وهنا الشكل الثالث وهذا الشكل مثلا الرابع إذن الآن عندك هنا الفريقونسي الشكل كم مرة يعني إيش؟ يعني كان موجه موسارب أربعة تمام؟ تعال في هنا في الشكل الثاني هنا شوف لو نعتبر هذا الشكل واحد وهذا شكل اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة وهذا ستة وهذا سبعة وهذا ثمانية فلو تلاحظ أن أنت عندك كم كم إيش؟ كم مرة شكل تردل؟ كم مرة تكرر؟ إن عندك ثمانية مرات في اليمين في اليسار أربعة مرات هذا التكرار هذا يسمى فريقونسي إذن ما هو فريقونسي؟ number of complete cycle in one second عدد إيش؟ مرات تكرار الموجة نفسها سواء بالموجة أو السالب في الثانية الوحدة طيب هناك شيء يسمى اللower frequency والهير frequency اللower frequency تمام؟ إن كلما تكبر الرسمة بمعنى آخر كلما تكرار عندك يكون قليل هذا يسمى اللower frequency فأنا عندي هنا أربعة مرات الكرس فهذا يعتبر مقارثة مع هذا إذا كم مرة كرس تمانية مرات فهذا يسمى فريقونسي إذن ما هو التردد؟ هو number of complete cycle in one second طيب ما هو التردد؟ الفريقونسي عبرها واحد على الـ time واحد على الـ period واحد على الـ period واحدة واحدة هيرتز هجد المهم الهيرتز الواحد هو دورة one cycle per second أوكي؟ ورمزه يكون واحد على السالب 1 تمام؟ واضح؟ طيب تعالنا أخذ مثال يقول لك أوجد الـ period هو الفريقونسي طيب الـ period هو الزمن فهو محدد لك الزمن لاحظنا 333 ملي سكن فهتقول لي في الشكل الأول هتقول لي الـ period T يساوي 333 ملي لو في عشر الملي كم؟ عشر وثلاثة في عشر وثلاثة ثلاثة طيب الآن أريد أن أجيب إيش؟ أريد أن أجيب الفريقونسي هلاحظ معي لاحظ معي الآن هنا الآن التردد قال لك التردد تكون عارفة حاجة لاحظ معي هنا شوفوا واحد اثنين ثلاثة أوك فهنا ستقول التردد عبارة عن إيش؟ ثلاثة دورات ثري سايكل ثري إيش؟ سايكل's أوكي؟ من فنجة الـ F 1 على تي فلما تجد تقول 1 على ثلاثة وثلاثة وثلاثين في عشرة وستسالة ثلاثة يعطيك إيش؟ ثري سايكل برساكل طيب تعال هنا في الشكل الثاني الـ time عندك الـ period 200 ملي سكند الـ time عندك 200 في الملي في 10 و 3 سكند طيب هتيجي الآن الـ frequency كم مرة تكرر الشكل لاحظ معايا هنا شوفه 1 2 3 4 5 5 cycles فتقول الـ f عبارة الـ f عبارة عن 1 على t ويسأل 1 على 200 في 10 أس سالب 3 هطلع الجواب كم 5 5 cycles per second 5 دورات في الثانية الوحدة فهنا شوف أنا بس أعدلك على حاجة هنا هنا أنا غلط في حاجة أقدر أقول لك هنا لاحظ هنا واحد وهنا اثنين دورتين كمثال يعني الشكل عيد نفسه قمة قاع انتهينا هذه دورة واحدة قمة قاع دورة واحدة فهنا أنا أقدر أوضحك بشيء أفضل أقول لك هنا قمة وقاع هذه اعتبر 1 cycle بعدين قمة وقاع هذه 2 cycle بعدين قمة وقاع 3 cycle هنا 4 cycle أوكي وضحت إذن كيف أحسبت رجل أشوف شكل الموجة وأشوف الشكل الموجة اللي تكمل دورة واحدة دورة واحدة قمة قاع الدورة الوحدة 1 cycle قمة قاع قمة قاع وهكذا أوكي وضحت كيف جبناها وضحت هنا كيف جبناها الفريكوينسي يشوف 1 2 1 2 3 إيش يعني هذا الشكل بدأ من هنا قمة قاع هذا هذا أيش الدورة الأولى بعدين هنا قمة قاع الدورة التانية قمة وقاع واضح كيف جات طيب فيش نسمي angular measurement of sine wave بما أنه عندنا القياسات عندنا إما تكون بالرديان أو الدقري ف sine wave يمكن نحسبها عن طريقة الدقري أو الرديان الدقري إذا ما نعرف في الرياضيات هو 360 درجة أما الرديان هو البي تمام فالرديان هو وحدة الزاوية وتساوي 180 درجة واحد رديان يعطيك 108 على باي هذا جدا مهم ما يمكن تساويلا فيش نسمي angular frequency اللي هو ترد للزاوي يربز للرمز أوميغا وهو مرة تسموه angular speed في الفيزياء السرعة الزاوية هي كمية قياسية تمام و قانون كالتالي الأوميغا يتنين باي اف أو اتنين باي على تي أقول نحن الاف عبارة عن واحد على تي والتي هم ومعكس بعض واحد على اف فتقل اتنين باي اف او اتنين باي في واحد على تين على تي هذا القانون للأوميغا واضح كده خلصنا من اول جزئية اول حاجة لم تتعرف اول شي اللي هو قانون جدا مهم الفريكونسي واحد على التايم والتي عبارة عن واحد على اف وتكون عارف ايش الفرق بين الدي سي والاي سي ما في وجه بالسالب والاي سي في وجه بالسالب وايش هو الفريكونسي اللي هو ايش على التكرار الشكل في الدورة الوحدة قلنا الدورة الوحدة عبارة عن قيم موقاع والبيريد يحسب من الشكل كام عند قيم موقاع فاقدر قل هذا من هنا الى هنا واضح كده خلصنا من اول زي في